وعند آدم فاق بكري ودوش ولبس عليه وهبط شرب قهوته ونطالق دير كتل الشريكة كيدخل مع الباب كل شي كيلقي عليه التحية وهو كيكتافي بإماءة راسه طلع فلاسونسور وحل الباب للمكتب ديالو وهو تباليه فتاة داد شعر قصير لابسة سايا قصيرة ومزيرة في القري ودريكو في الكحن بلك ما كتستفش ملفات فوق المكتب ديالو حن حن ودورات الفتاة وجهها وهي تصدم قالت ها مسيو الإدريسي صباح الخير أنا هي المساعدة الشخصية ديالك الجديدة آدم متاجه للمكتب ديالو وقال اه ها شنو الإثم ديالك الفتاة بقى تحلف مها قال لها راسه ولتك زعمه وهي تقول عدرا مسيو الإدريسي هاجر قال لها آدم أوكي كل شي واجد هاجر قالت وي مسيو كل شي حاضر وكيت سنوك غير انتباشي بدول اجتماح وهو يقول آدم أوكي سبقيني هاني جان أما هند كملات التسجيل ديال الأغنية وخرجات ومشات ديري كطلبان وهي في الطريق صنات على آدم اللي من صباح وهو كيقطع عليها ما حملاتش هذا التعامل اللي دار معها وهي اللي قالت رغادي تقربه من بعد من بعد هذا الرحلة سعى تجري الرياح وبما لا تشتهي السفر كل خططها مشات في مهب الريح من اللي ما جاوبهاش صنات على أسامة فرقمه الخاص باش تسوله على آدم اللي مول في وصل لها أخباره قال ليها أسامة قالوا هند قالت لي على سلامتك من اللي جاوبتي أسامة قال مالكي معصبة غير مع راسك وهي تقول له خليك مني واحد آدم فين شادها من الصباح وانا كنصوني عليه أسامة قال علمي علمك وهي تقول له كيف عاش قال ليها أسامة علمه في خباركش موسيول إدريسي جرعليا هند مصدومة قالت له شنو؟ قال ليها أسامة آها كيف ما سمعتي قالت هند وشنو السبب؟ أسامة قال ليها قولي شكون السبب؟ وهي تقول له آش كتخربك؟ قال أسامة فينك انتي دابا؟ قالت لي أنا دابا غادى البار المعتاد قربت نوصل قال ليها أسامة أوكي أنا غنجي عندك ونعاود لي كل شي قالت واخها ما تعطلش عليها أراها درني رازي وصلت هند للبار وافتح ليها الشيفور الباب هبطات ودخلت من الباب اللقراني تجنبا للصحافة وبعد عشرين دقيقة الحق عليها أسامة كيد خل القاها قال صف طبلة وشاد دكاس في إيد وقال رفل إيد الأخرى مش أوقف عليها وهي تقول له مرحبا آخيرا شرفتي واش كنتي جايك تحبوه؟ أسامة قال ليها مالكي على هاد الحالة وهي تقول له ماشي شغلك جلسوا هدر خلاص رك مردتيني قال ليها أسامة هان يا للا جلست باللات ينطلبوا شي كاس عيت على السيرفور وقال واحد لكاس دلويسكي وهي تقول هند را غا تقول لي يا ايش طاري معا آدم ولا ما غايحش بك حال أسامة قال غيرت هادني أنا غادي نعاود لي كل شي قالت يلا طلقني قال ليها أسامة إيواء للا فاش كنا في المالديف في الليلة فاش كنا صهراني مشيت عند إسراء وطلبت منها نرقصه بجوش قاطعته هند وقالت ليه ايش كتخربك؟ أنا كنسولك على آدم وانت كتعاود لي على إسراء واش بغيتي تحمقني؟ أسامة قال ليها وغير صبري هنا جايك الهضراء وما بقاش تقاطعيني المهم أنا طلبت منها ترقص معايا وهي وافقات بقينا كالرقصه إيواء أنا بقيت كنتقرم منها حيث بانت لي عاش بهالحال شوية دارت فيا أنا قلت ره غير كتمتل دور الفتاة صعبة المنع إيواء بقيت كنتقرم منها شوية طارت علي بعضاء المجعورة الخرا وضرباتني في حجري حتى كانت روحي غدا تخرج وأنا بقيت حتى كمتها من لي هزيت عيني شفت مسيول إدريسي هازكو خارجين وإسراء موراكم شفت مسيول إدريسي هازكو خارجين وإسراء موراكم صافي وأنا طلعت للشامبغ ديالي كنت ناعس حتى كان سمع الخبيط في الباب قفزت من بلاستي ومشيت حليت الباب وأنا نلقى مسيول إدريسي قدامي كان معصب بزاف عمري شفتو في ديك الحالة حتى فاش كيتعصب على ود الخدمة ما كتوصلش بي حتى لهذا الدراجة يلا بغيت نسوله واش كان شي مشكيل أوهو يجمع معايا بواحد الكروشي حتى تلفات عليها القبلة ما عرفتش باش تبليت أوهو يشنق علي من تي شيرت وكي صوت قال لي يا غادي تجمع قلوعك وتمشي في حالك وغد دوز للشركة أخذ حسابك راكم تروت يلا بغيت نستفسر أشنو السبب أوهو يزدحني مع الحاة قال لي يا غادي تغبر من قدامي ولا غادي يجي وما يلقى وما يجمعوا فيك وقال لي يا ما بقيش نشوف حسك في الشركة ولا كتدور بشي حد من المعارف ديالي أنا الصراحة تخلعت وما فهمتش علاش دار هاك ما بقيتش زد تحرف واحد حضرت راسي وتم خارج وهو يدور وقال لي يا ابن بركة تخلع باقي نشوفك تدور بساحتها ما نعقلش عليك من لي خرج جمعت حوايجي وخرجت في حالي وأنا في الطريق بقيت كنفكر شكون هادي اللي هدر عليها وهي تجي لي في بالي آه كي هدر على إسراء دا بقى نضربني وتردني على قبل المنجر ديالك هند قالت ايش كتخرف انت ايش بين وبينها حتى يدير هاكا شوف اش درتي لي قال ليك على قبل إسراء هبلت انت ولا مالك أسامة قال ايواملني ماشي على قبلها ايداً علاماً ها رهباينة أصلاً هو كيتعامل معها في شكل ماشي بحالكي كيتعامل مع باقي ابناج وديما كنشوفه كيدير فيها شي شوفات في شكل هند ضحكات وقالت وزوينا هادي أنا هاد الهدراء ما داخلاش لي لراسي آدم وإسراء والحماق هادا قال أسامة أنا غير قلت ليك باش تديري حدارك منها سيدة قافزة وبحال والو اضطرلك بيه هند قالت إسراء أنا كنعرفها ما عندهاش مع دكش دي المشاعر وهي آخر حاجة كتخمم فيها هاد الساعة هي تكون في علاقة وسامة قال أنا دكش اللي بالي يا قلتوليك إيوائلا ما طيقتيش غادا تجي القيام متأكدي يلا نخليك خاصني نمشي المشروب على حسابك ياك راني عاطل على العمل هند قالت لي سير سير ضوختي لي يا راسي بهذا التخربق ديالك قال لي ها أسامة بايا الفنانة ديالنا ومشى وهي تقول هند آويلي هادا اش كي يقول آدم مستحيل يطرد لمساعد دياله على قبل وحدة قاعة ما كيعرفها مزيان وهما أصلا شافوا بعدياتهم شي جوجد المرات هاد الزمر باينا كي يخربقوا بغي يحمقني معاه ولكن خاصني متأكد أي حاجة نسمح فيها إلا آدم هو ديالي وما نبغيش الدبانة تزنزن حداه الصباح نتفاهم على لهم إسراء ونشوف هاد الحريرة منين خرجات لي نادت كالتمايل حيث كانت شبه سكرانها وجاشة يفور عاونها احترك بعد وصلها الفيلة ديالها ودخلات ومشى الديري كالتل بيت ديالها وطاحت نعزات وفي الصباح فقت كي ما العادة بكري نت ودرت الروتين ديالي صباحي بعد ما لبست عليا وصايد شعري نزلت ولقيت ماما وبابا كيف طرق سلمت عليهم اخليت العسير ديالي شربتو وأنا واقفة ماما وبابا اياه معايا انجلس نفطر ولكن انا ما عنديش الوقت باش نفطر على راحتي هادي هي حالتي كل صباح خرجتو خديدتو موبيلتي وتوجهت ديري كدل عند هند بعد ثلاثين دقيقة وصفت كي دخلت مع الباب بعد ما فتحت لي يلغي داما تميت غادة جهة الدروج نفيقها كي ما العادة غادة تكون شربات وصبحات ناحسة وانا غادة كانت سمعشي حد كي عيت باسمتي تلفت ولقيت هند غاز على الطابلة كتفتا قلت لعجب فاقت بوحدها وفي هاد الوقيتها مشيت لعندها وقلت لي هصبح الخير هند قالت ايش بينك وبين آدم؟ قلت ليها بينات ننتي؟ ايش هاد السؤال على الصباح؟ وهي تقول دابا جوا وبيني ولا فهمات ايش بينك وبينو حتى يترد المساعد الشخصي دياله بسببك انتي؟ قلت لي ها ايش كد خربقي؟ شكون اللي تترد؟ قالت اذا عماما في خبارك والو وساما لالا كلال عصا وخرج من الخدمة وانتي سباك قلت لي ها واش حماقيتي؟ هو الى تترد من خدمته؟ راه دار علاج ايش دخلني في هاد الشي وزايدون انتي عارفة باللي انا مع اندي ما ندير بشي علاقات ومبعدها راسع لي هون دابا نوضي نخدمه وباركة من هضرة الخاوية قالت هينت؟ اوكي دوزت نهار كامل على احصابي قعدة حاجة عندي هي تجي شي حاجة توطر لياما صار الخدمة ديالي لأساس ها الثقة كيفاش سمح لنفسه يدير حاجة بحالها دي؟ مش كيتش علي ضروري خاص نهدر معه اليوم قبل من غده ساليت الخدمة مع هينت في العشية وهزيت وموبيلتي وكثيريت نيشان وسويفت صولت في الاستقبال وقالوا لي باللي كان في المكتب وطلعت في الدروج وبنفق صليفيا ما حسيتش بيهم كيف وصلت طلقات لي واحد خيتي كد طلعوا تنزل غاب وحدها قالت شكون بغيت يا أختي؟ قلت لها بغيت نشوف ميسيول إدريسي وهي تقول عندك موعد اضحكت ضحكة ساخرة وقلت لها قولي ليه إسراء اليوسفي بغا تشوفك قالت ما يمكنش اليوم حتى رغت دور جهي بديت كنغوت وقلت لها واش أنا جاية لسبيطار دلحومة أدفعتها وقلت حي دي منطريقي فتها وحليت الباب ودخلت تبعاتني وهي كتغوت آدم هزراته فيه وقال إسراء؟ ابتاسم وهي تقول البنت سمح لي يا ميسيول رهد خيتي ما كتسمعش الهضرة قلت لي ها باللي خاصها موعد قال آدم هاجر خرجي دابا درت وخنزرت فيها وقلت لي ها باي هاجر خرجات بنا بخوص بداة الباب تلفت عنده وهو يقول قلسي ملكي واقفة قلت لي ما كين علاش نقلس اجمح هو الضحكة وبديت هناك نغوط قلت لي وسامع علاش طردتي واش أنا شكيت عليك من دي ما صابرة على المرض ديالو ونهار قرب لي يارا وريت وحسابه ما محتاجاكش سمعتين بايش منصي تضربتي آدم قال واش كتسمحي راسك اش كتقولي ما كانش على بالي باللي انتي مغرورة براسك لهذا الدراجة شكون انتي قاح اللي غمترد المساعد ديالي على قبلك وكما قلت انتي بصيفتك شكون انتي غير ماناجر ديال ارتيست خدامة معايا فقط هادرتو صدماتي ما توقعتش هادرتو تكون قاسحة معايا لهذا الدراجة قلت نكون انا السبب ولا ما نكونش ما كيهمنيش وانت ما كتهمنيش الخدمة ديالي هي حياتي سمعتين قادت امورك انتا وخاطيبتك ما جيت خليها تجي تغوت عليها انا وتوتر علي اجواء الخدمة سداعكم خليوه بيناتكم ما تدخلونيش قلت هجوش كلمات وخرجت ووزحت الباب لقيت هاديك خيتي واقفة احد الباب كتتصنت اضربت فيها ونزلت كنجري وركبت في طموبيلتي وشديت طريق البحر وداز اسبوع كنا كان فطرون جموعين وقال لي يا جيهاد بيدي جوه دعوات ديال حفلة دايرها سويفت انا غير سمعت سويفت وحلات لي قالت رجاء صحبتي اه سويفت اللي الموديد ديالها هو الخطيب المرفح ديال هند ياكي قال جيهاد هادي شي اللي حاضية هنتي وانا نقول جيهاد غير سيرونتومة انا ما فياش ليمشي جيهاد قال بغيتك تمشي تبدليش بيالجوه وفي العشية مشينا لحفلة كان الكلب هامر بالناس غير شكون وشكون المشاهير والاعلاميين كل مجموعة واقفة على طبلة والمشروبات غير كيتشايروا كل شي كيدحك وناشط وقفنا في طبلة وبقينا كندوره في عينينا بقينا كندورو انا وجيهاد ورجع وقلت لي هون انا غادر مشي نتلم على شي ناس كنعرف وغادر مشي جيهاد قال لي يا سيري خليتهم وتميت غادر احتبنت لي يا هند ومشيت لعندها قلت هند فيجاك سبا جديد وهي تقول هو هادر بحال ديما خدمتك متقونا واحتلك سوز وينه قلت لي ها اه واللي تعارفة ضوقك قالت هند هاداك ماشي لاعب كرة القدم المشهور اللي كنتي معاه فين كتعرفة اضحكت وقلت معرفة قديمة تبغي نعرفك عليه قالت هند ركي عارفاني ما نقول ليك شلع لتيتي يلا هي اللولة رجعت انا وياها للطبلة عن جيهاد ورجع وقلت هند كنقدم ليك ميسيو جيهاد والآن يصار جاء خطيبته هند قالت بينه وبينها هادا خاطب علاش ما قلتيهاش جيهاد ورجاء بقوا غير كيشوفو ما فهموا واهو وانا نقول كنقدم ليكم الفنانة هند الشرايبي طبعا غني عن التعريب شفت في جيهاد وغمستو وفهمو دار ايدو على كتاب رجاء وقال متشرفينة آنيسة ورجاء بينها وبين جيهاد قالت حيد ايديك ما لك جهلتي هادي ما لها كتكذب عليها جيهاد بقى غير كيفرنس وزاة تزير عليها هندت قرصات ودورات وجهها وبان لها آدم قالت ها هو خاطيدي آدم آدم تلفت عندها آدم وجايت عينه على إسراء وبقى كيشوف بيها عاد بتاسم وتقدم جهتهم رجاء تلفتات الإسراء تشوفها فقاتها دايرة بتسام على وجهها وهاز زخنافرها وبين هو وبين نفسها قالت راكي مقصحا بنيت وهي تقول هن حبيبة كنقدم ليك خاطحها آدم وقال نوسي جيهاد غني عن التعريب كنت حاريس أنانين سيفطت دعوة ديالك بنفسي جيهاد قال لي متشرفين وشكرا على الدعوة آدم قال العفو ضروري ما انطلقا بغيت نهدر معاك ولكن لا الوقت ولا المكان مناسبين للخدمة جيهاد قال له كنت سنى اتصالكم دار آدم وشاف إسراء وقال الآن يسمعاك جيهاد قال لي آها هادي هنت قاطعته وقال ويلي نسيتي هشكون حبيبة هادي المنجر ديالي قال لها آدم معلوم عاقل كيهدر وما حيتش عينيها عليها إسراء كانت خدا تموت بالفقصة ما حملاتش تحط في هاداك الموقف ولكن صبرات وما قالت والو باش ما تحرش شخوها جيهاد وشه كلامه لرجاء وقال حبيبة ديالي سمحي لي يبهد الرقصة جرها ومشا وقبل ما تجاوب وبدأوا كيش تحوصت الناس وهو حاط إيديها لخسرها قالت ليه رجاء كتعرف تمثل مع راسك ضغية ولد حبيبة وهو يقول جيهاد إيه لا بغيتين قلبوها بالصح أنا موجود بقيت مع هند وآدم ما حملت شراسي يلا كنت غدا نمشي في حالي حتوقف علينا وحد الضخم سالم مع آدم أقول غدا ساطحه ماشي تسالم وقف معنا قال وعرفنا صحبي على الناس آدم قال هادي الأنساء بتاسمته قلت إسراء يوسفي وهو يقول متشرفين أنا الزياد شنو قديري في حياتك مس إسراء آدم قال الماناجر ديالهند قال ديال بغيت نسولك إسراء مشيتي معهم المال دي قلت آه مشيت علاش قال لي يا زياد لا غير حتقالوا لي دادت الخرجة زوينا يا كس المدير حنحن آدم وقال زياد فين ريم ومجد قال زياد ها هما جاي وفي هذه اللحظة وصلت ريم ومجد وهي تقول ريم كتعاير فينا دابا ولكفاش زياد قال حاشة وأنا نقدر نعرفكم إسراء الماناجر ديالهند قلت أهلا وسلمت عليهم وهي تقول ريم متشرفين أنا ريم وهذا مجد خوت هذا السيد تلفت لآدم ولقيته حاضينا وهين شادة فيه شدة العمض الضلمة قال مجد هند أجي نشطحو هادو جابو لي الملان وغمز آدم مشيت معاه وتلفت زياد عن دريل طلم منها ترقص مها واحتاهو ما مشاه بقيت غير أنا وآدم الراس في الراس بقيت كنشوف قلت غدا نخليك دابا ودرت غادا وهو يقول آدم الدعوة ديالك رجعات وقفت وتصمرت في بلاستي خديت نفس وتلفت عنده وقلت له آه أنا اللي صيفتها وهو يقول يعني ما كنتيش غدا تجي علاش بدلت رأيك قلت ليه كيف كتشوف جيت معا خويا هو اللي بغاني نجي معاه وزايدون ما عنديش علاش نفسر ليك قال آدم هم يعني جي هاد اليوسفي خوك قلت ليه آه خويا وهي تقول لرين جي هاد اليوسفي خوك قلت آه علاش قالت عافاكي عرفيني عليه كنت صدت عليه أنا أكبر فان دياله عرفتي فين ما كان شي ماتش دياله وكان مشين تفرش اضحكت وقلت ليها واخي حبيبة يجي ونعرفك حليه قال زياد شكون هذا قالت لرين عرفتي شكون هنا جي هاد جي هاد لي ديما كنقول لكم عليه وانا نقول ها هو جاي تلفتوا ليه كاملين جيت ريم وقفت حدا يا وانا نقول جي هاد آجي بغيت نعرفك على واحد البنت رجاء قالت وانا قلت ليها حسن تي آجي كنقدم لكم ريم الإدريسي قال لك سيدي فان تيالك جي هاد قال متشرفين وعطاها إيدو بغي يسلم عليها وتلاحت عليه عن قاتل وهي تقول ياي أخيرا تلاقيتك رجاء دارتك تقول لي ها دي ما لها غا تاكلو قولي لها ها خاطيتو ضحكتو قلت ليها حجباتك الكتبة هل نينا وهي تقول ريم ممكن سيلفي زياد قال ليها ريم خلي السيد مرتاح وهو يقول جي هاد لا ماشي مشكيل مولف هاكده جبدات التليفون وبغت تصور ورجاء تخشات في جي هاد باش تبانحة هي في الصورة شاف فيها جي هاد وبتاسم واخدات ريم السورة وجرها زياد حدا وهي تقول على شرني ما زال بغيت سيلفي اخرى قال ليها زياد قال ليك وخا ما تعيقيش عليه ايجي تصوري معايا أنا وهي تقول له احنا دي ما مصورين زياد قال ليها ما فيها باس نزيده واحدة اخرى مشيت رجاء مع جي هاد وزياد جررين وبقيت أنا ميسيو آدم مد لي يا ايدو وقال مد لي يا ايدو وقال لي سمحيلي بقيت كنشوف ايدو ممدودة ليا واعطيتو ايدي وقلت واخا كانت الموسيقى هادئة والتوتر غلب علي بقيت حاضرة عينية ما قدرتش نهزهم خصوصا وانا كنحسب عينيها علي وهو يقول شفتك ما عضيتينيش كيف درتي لهذاك حاولت نحفص الضحكة ولكن غربعتني وقلت ما يحساب ليش كنتي كنت تفرج وهو يقول آدم سمحيلي على الكلام اللي قلت هاداك النهار قلتوه في لحظة غضب هزيت عيني فيه بالصدمة متوقعتوش يعتادر مني وقلت احتى انا قال آدم حتى انتي شنو قلت ليه بغيت نقول زعماء حتى انا كان اعتادر ما كانش عليين تصرف بهديك الطريقة قال آدم اوكي ماشي مشكي سوء تفاهم وحليناه وبتاسم بتاسمت ليه وبقيت كنشوفي واحتى هو وبقى كيشوف فيه عشنا هاديك اللحظة ونسيت فيها راسي عيني في عيني وحسيت بحل كينا غير انا وياه في القاعة كملت الامثية ودازت بخير وتوادعنا وجر جهاد رجاء وتبعتهم وبعد يومين توصلت بامير وحييت على جهاد خل عندي البيت وقال اياك لا بس قلت ليه الامير ديالك ايش كي يدير عندي جهاد قال اعلى ما في خبارك اختح حبيبتي وقلت الماناجر ديالي في المغرب قلت ليه الا وهو يقول تاصلوا بيا من سويفت وقلت لي هم انتي غدت تكلفي قلت لي محشمتيش مزيدني لصداع الراس اجي بعدها ياك غنتخلص وهو يقول السلامة راني خوك زعمة قلت لي الخدمة ما فيها خاوة اضحك جهاد وقال واخلال غاقدي الغارات قلت لي اوكي يلا تلاح خرجي هاد وهزيت التليفون عايت لي هشان شحال هادي ما هدرت معاه قال لي يا هشان شوف شكون تفكرني ما عمرني نموت قلت لي ايوا باز انت التليفون عندك ديما مشغول باركة من الكدوب على ابنات الناس قال لي يا هشان ما شي مشكيل حتى هما كيكذبوا عليها فين شادها قلت لي هاد الساعة في دارنا هند خدا تكون جي حتى قلت غدا نرتاح وجي هاد خرج لي خدمة جديدة قال هشان الكوايري هنا قلت لي انت ديما اخر من يعلم المهم ما تغبرش وانت شوفه عم قريب ان شاء الله قال لي يا هشان اوكي وفي شركة سويفت ريم كانت كتسنة في خوها يسالي صرحات عينيها فوق المكتب وهو يباليها ملف فيه اسم جهاد يوسفي طارت على الملف وهزاته وقالت خويا حبيبي ايش كيدير عندك هاد الملف في ديال جهاد قال ليها ادم مالكي كالطيري حطي دكش قالت عافك حبيبة قول لي ايش كيدير عندك هاد هنه ادم قال ليها جهاد لاعب كرة قدم واعد حقق انجازاته شهرك وقت وجيز وصل بفضل موهبة والمجهودة دياله كان كيلعب في البطولة المحلية ومؤخرا وصل الاحترافية ولا لاعب رسمي في الدولة الانجليزة الممتاز وهو قدوة للشباب المغاربة اللي عندهم طموحي وصله ريم قالت لي هاد شي كل شي اللي قلتيه انا عارفاه راني من الفانز دياله كان عرف عليه كل شي ولكن اللي بغيت نعرف هو ايش كيدير عندك البروفايل تاعه ادم قال هو رياضي واحنا عندنا براند ديال الملابس الرياضية في نظرك ليش بغيته قالت ريم ما تقولش لي يا غادي بتتعقده معاه ويولي موضل لسويفت ادم قال اها ايلا وافق على العرض ديالنا قالت ريم واو احسن خبر سمعتوها هاد النهار ادم قال يالله انا ساليت زيدي نمشي ونتغداو باش نرجع لخدمتي وداز اسبوع ووصل يوم الاجتماع ومشيت انا وجي هاد خوية لشركة سويفت ادخلنا ولقينا ادم كي تسنانا وصلنا للشركة وداتنا السكرتير لقاعة الاجتماعات ادخلنا وخرجت هي وصدات الباب لقينا ادم كي تسنانا تلفت لينا بابتسامة وقف وجا سلم علينا وقال مرحبا بسي جهاد عندنا قال ليه جهاد مارسي ومد ايديه يسلم عليها بابتسامة وقال ميس اسراء جماعاتنا استوضف مرة فرق قلت ليه اه كانت من تكون خدمتي عند حصن ظنكم ادم قال معلوم تفضل تفضلو قلسو باش ندخلو ديري كتف الموضوع جهاد يوسفي اسم معروف وعنده فان زمسان دينو كتان من غير انه رياضي محترف وهاد شي بصراحة غينفع البراند ديانا وكن نظن حتى انت غدي تنفعك هاد الشراقة بحيط الوجه ديالك غيت تعرف كتر في الساحة الوطنية والعربية قال ليه جهاد حتى انا قريت العقد وما عندي احتش اعتراض باش نسني معكم ان شاء الله تكون شاركة ناجحة قلت كندون دا بخص غير ناخد المخطط ديالكم نطلعو عليه باش ننسقوه مع التداريب دياله ونستأنفو الخدمة في اقرب وقت آدم قال اكيد ها هو الملف مفصل يمكن ليك ابتسبت ليه وخديت الملف كنقراه وقلت بوم ما ناخدوش من وقتك بالسعف نسيني وداب العقد وإلا كانت شي حاجة غدا ناخد موعد من سكرتيرا ديالك ونرجع عندك آدم قال ما تحتاجيش موعد ما تحتاجيش موعد رجعي في أي وقت أنا موجود قلت أوكي هو يقول آدم سي جهاد تفضل اعطاه العقد وستيلو وسنجي هذا العقد وحتى آدم ونادوا ووقفه خارجين جهاد قال نخليه كدابة نتشافه عن مقاريب إن شاء الله والغد ليه في العشية تفكرت أنه خاسني نمشي لسويفت على قبل شغل ديال جهاد قلت ماشي مشكيل هو قال لي نجي في أي وقت خديت الطموبيل ومشيت ادخلت للشركة وسولته وقالوا لي باللي وقيت الدنيا خاوية قلت قاويري فينا هادو إذا ما يكون وخرجو أحسن حاجة ما غنشوف شكمرت هذيك السكرتيرا مشيت للمكتب ديال آدم ولقيت الباب ودفعته ويا ريتني ما دفعته شفت آدم واقف وهاجر مع النقاة وباغت تاكله بعينيها ما قدرت نتحمل هذك المندر يلا بغيت نرجع في حالي وآدم هذ فيه عينيه وقال إسراء ودفع هاجر ما جاوبتوش ومشيت كنجري مع الدوج علاش ما قدرتش نشوفه معاها وهو وينه بالنسبة لي بقيت غادة كنجري حتى حسيت بشي ايدين جروني وزير عليا كان آدم وقال إسراء وقفي نهضره قلت طلق مني تفكر شي حاجة لمشي نجيبها آدم قال ما وقفي غير نشرح ليك قلت لي ما تشرح لي يا ما نشرح ليك انت حر دير لي بغيتي حياتك ماشي شغلي آدم تحلص ونصر حدا وجرني بغي يركبني فيه وقال آجي اللي هنا من اللي فهمات شفته بغي يجرني لتموت تخلعت وقلت اللي عافا كله طلق مني وبديت كنكي وقلت اللي ما بغيتش نطلع هنا آدم كيشد فيه وما فهمش مالي سدح لينا الباب ديال لسانسور شديت فعنقي وعينيات قلبه بديت كنقول ما كان قدرش نتنفس آدم تخلع حيد لي شعري على وجهي وقال إسراء قال كي نفسي مزيان شوفي فيه إسراء شوفي فيه شفت فيه وأنا كان بكي وهو يقول أنا معاك تيقي فيه أوكي بديت كنت حدن وقال إسراء أنا حداك ما غاديش نخليه أوكي حركت راسي بقاه وتحل الباب ديال لسانسور وعنقني بإيديه وخرجني غير خرجت وطحت في الأرض نزل عندي وعنقني بقيت شوية طايحة وشفت فيه وهزيت إيديه كندروف فيه قلت أنت السباب أنت عناش جريتيني لتنمى حياتي كاملة وانا مبعدة على لسانسور وجيتي جريتيني ليه كنت هانية خلتي الحياتي رونتيها منين تسلطتي علي يا منين وقفت وبعدت عليه وقلت علاش تابعني كون بقيتين كملتي شغلك محل آنيسة الفوق آدم تنهده قال علاش ما كتقدريش تطلعي في الأسانسور قلت ماشي شغلك وهو يقول سولتك جاوبي وانا نقول له وبلغوات عندي فوبيا من الأماكن المغلقة وهو يقول وعلاش ما قلتيهاش قلت انت خليتينا نشرح ليك داير بحالة تران يا ربي السلامة وهو يقول مم وشنو نسيتي قلت ليه كيفاش شنو نسيت قال آدم قلتي لي نسيتي شي حاجة وبغيتي ترجعي تجيبيها قلت ها آه نسيت ساكي كنت غادة نجيبه قال آدم متأكدة موال فكت هزي جوسي كان قلت له آه وهو يشير مورايا وتلفت وبين لي يا ساكي مورايا مشتت وقلت آه كان هنا يمكن طاح فاش كنت طالعة هزيته وقلت ليه يالله باي خاصني لمشي ودز من حداه وبغيت نهرب شدني من ايدي وجرني وقربني ليه بتاسم وهو يقول فين هربانا قلت علاش غدا نهرب ما تعلان سكت وبقى كيشوف فيا قلت ليه واطلقني باركة من تحنظي قال ما لكي فيكي سداع قلت ليه طلق احتال من بعد ونرجع ونهضرو في الخدمة طلق مني وقال غدا في الصباح قلت اينا كنت مساليا بسلامة وخرجت من تمك انجل اركبت في طو موبيلتي ومشيت لبطار ديري قلت ولقيتهم قالسين في السالون قلت ليهم السلام وهو يقول جهاد ما لحالتك هكا ياك ما كنتي مدافزة قلت لا غير فاشكنت جاي قلت نجري شوية وهي تقول ماما ايوالله استرى بنيتي سيري طلعي دوشي ونسلي غايكون فيكي الجوع قلت واخا ماما جهاد قال شفتك غير كتفرفري لاقيه بزدان قلت لا غير ناشطة وصافي طلعت البيتي ودخلت ودوشت ولبست عليها وتقابلت مع المرايا وعايت سيريت معايا الهضرة اللي قلت ليه ديما مشوها معاه ولكن سروها ديك الهضرة كاملة احتاه هو بدك يفرنز اصلا محايلة قلع لشنو قلت نشفت شعري ونزلت تعشيت معهم وبقيت صهرانا معشي ايميلات ديال الخدمة ومن بعد ضربتها بنحسا لغت ليه فقت معطلة وبحق بمخداماش اهند واخداء جازة لظروف عائلية احتكت صوني ليه رجاء وقالت ليه باش نخرجون تغداه على بره خرجنا وبقينا كان دوره ومن بعد مشينا للمطعم طلبنا دكشي اللي بغينا وقلسنا شادين النميه حتى جابوا لينا الغداء وطحنا فيه عميين قلت ليها انا غدا نمشي الحمام بقاي في بلاستك قالت رجاء من نيتك ما لي تربيا غير سيري مشيت الحمام وبقات رجاء قال سكت تاكن حتى صون التليفون ديالي هزاته وقالت شكون هاد النمرة ما مدخلهاش ياك ما اعطت هالشي تيتيز الجنية ما قالت لي ياوالو جوبت رجاء وقالت قالو قال ليها قالو ميس اسراء قالت رجاء شكون معايا وهو يقول لها آدم آدم الإدريسي رجاء تصدماته وقالت الخاطيب المرفح قال ليها آدم نعم وهي تقول رجاء أه اسمح لي أنا رجاء صاحبتها ديجة تلاقينا قال ليها آدم آه قلت عليك وهي تقول حلف أوي لي على حلف بغيت نقول اسراء مشات الحمام وخلت تليفون بغيت نوصل لها شي ميساج قال ليها آدم آه أنا كنت غير بغيت ندير معاها موحيد باش نهضرو على الخدمة ولكن ماشي مشكل نأجل هل من بعد قالت رجاء لا هي دابة أصلا مسالية ما عندها ما تدير هانتا احنا في الرزدو ايجي لعندها وهضرو في الخدمة ياك ماشي ضروري تكونوا في المكتب آدم قال هم أوكي ماشي مشكل شوية ونكون عندكم رجاء قالت لي وحنا في الانتظار يلا هباي وقطعات وهي تقول في خطرها ناري كحلتها عليها وانا مالي وهم اللي مضبعين وما زال ما بغاوا يطلقونا لفراجة جيت وانا نقول لها مالكي كتهضر غير بوحدك بحال الحمقى وهي تقول كنت غير كنغني قلسي انشوف وجهك قلت علاش ما الوجهي وهي تقول رجاء صافي الميكوب هو هذا قلت انتي مالكي اش جرع لي قالت رجاء شوفي انا عزيزة عليك ياكي وخم عرفت شنو ندير خاص تسامحيني سمعتي اي حاجة درت هرر لمصلحتك قلت واش قليتي شي حاجة ماشي هي هاديك اش كتخر بقي علي قالت لا وعلو تغدع كملنا ماكلتنا ورجاء كل شوية كتهز عينيها جهة الباب احتبال لها داخل كيقلب وهي تقول لي اسرق قولي ما كليتي ويلو انتي قلت لا بارك علي شبعت قالت شدي وسكتي وخشات لي الفريد في فمي حتى كنسمع ادم كيقول بالصحة هزيت راسه تصدمت فشفته وحلات لي وديت كنكح قلت ميسيو ادم وبقيت كنكح ادم قال غير بالشوية عليك وهز كاس دي الماء وعطاه لي قال هاكي خديت الكاس وعينيها خارجين فيه ضحك رجاء وقالت دي ما كنقول لي كولي بالشوية ميسيو ادم تفضل اجلس معنا بقيت غير كندور فعينيها شربت الكاس دي الماء ومسحت فمي وبقيت غير كنشوف قال ادم ها هو الميلر وهي تقول رجاء خلي الخدمة دابة وخوت شي حاجة تغدى بعدها ياك اسراء قلت اه ها تغدى معنا ادم قال وخا وعيت على السيرفير وطلب شنبغة وبقى ادم كيشوف فيها وقال كانت منا ما نكون صدعتكم بهذا المجيام قالت ليه رجاء الله ها ودي خد راحتك اجي الوقت اللي بغيتي وبقيت كنبرقق فيها وهي تقول اسراء قلت اه اه وهي تقول امتى تعاربته اول مرة قلت ليها اول مرة كانت عنده في المكتب وشفت في ادم وقلت له اياك وهو يقول لا تلاقينا قبل من هدك النهار دو ما جمع قلتيش قلت قبل فين وهو يقول اول مرة تلاقينا كانت في لسالدس بور قلت اه ورجعت بيدك روت فكرت وقلت اه ويه بالصح شفتك وكنت مهصب شوية ادم قال اه قطعنا السيرفر واجاب ليه الماكلة دياله شوية رجاء هزت التليفون ديالها وقالت ماما بغتني ضروري غدا نمشي قلت ليها اشنو غتبغيك خالتي دابا وهي تقول شي حاجة وصافي نسيو ادم عافك وصل معك اسراء ما جابتش التموبيل ديالها صدمات ني وهو يقول ادم اوكي ماشي مشكيل قلت رجاء فين غادة تسناي وهي تقول انا مشيت باي وهزيت ثاكها ومشيت كتجري وهو يقول ادم صحبتك عنام كمل ادم الماكلة دياله ومشي خلص وسبقت وعلى برا سنيت وحتاجة عندي وقلت اسمح لي غنعد بك معايا مشح لي الباب وقال اعدابك راحة بتاسمت ليه وطلعت واركب حدايا وديمارا وداني لدارنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر